موسيقى مساء الخير أسعد هذه الأمسية بلقاء ممثلة ومخرجة مسرحية تؤمن بضرورة إشراك الفنان في أي عمل إبداعي حتى يكتب له النجاح تتخذ من مشاكل مجتمعها مادة خصبة في أعمالها التي تخرجها على الركح وتعتبر المسرح المعيار الذي تقاس به درجة نجاح أي فنان عند جمهوره مشاهدين الكرام رحبوا معي بضيفتي هذا المساء الممثلة والمخرجة المسرحية سعاد سبكي مساء الخير سيدة سعاد سبكي أهلا وسهلا ومرحبا بك ومرحبا بقناة البلاد كملة التوغدانج في وهرن وسافرت الباريز بغانو تخفيم وقعت ليكي تحبطي حبطي معك حجلة يا مرحبا يا مرحبا تتزهور الله يسلمك يا عيشك تفضل الله يخليك أيوتا تعرف عمتي باريزة عند أفيري في فراسا السنين بخدرة ربي بيش تعبر في مهرجين كان السبية مرحبا يا مرحبا يا مرحبا أوك أختي باريزة ما جاتي جاتي لزهور نشم عليها الريحة الله يخليك ربي عيشك من شاء الله يا حبين يا حجم في ريحة الشيار يا بطي ما يفيني خبط الحمد حرقتك أوه فال الله لا فالك يا وليدي حيوتا ميزيني كنت حرقت عملي مقرونة بالصالس أختي زهور عبد ليش برا بي حاضر يا سيدي مزلتوت فيتاميني و بالمقار يا حبي بيشكوكو لليل حكيت لي باريزة كل شيء أيوه يا ميلا يلا حسنك جريء اليوم بشتفتر معانا يا عيشك لم أخطي ليش حقا في المتار صافات عد أكوشي لباس محما صارش عتصام لا 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 فريتي صافات خيط خيبيا والله العادم اي حقا فكرتني نسيت باش نبارتلكم مع الثورة ديالكم والله العادم غير فرحتلكم من قدبي اه امي وش كلها راح لولة واش وش بيها الحلة فرقها تاسي ما فهمتش بش رونديري للا غريف اسمع بلك رونديري للا سيئس للا بس اه 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 ارحموك الله اينا اه ايانا اخو ياسامير ايانا بزر واحد جاة حاب ياكل واحد حاب يدوج يمكنك المسلسل والله مازال ماتسكتوش أنا احبت يا مراعينة مازالنا اخلص في المسلسل المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة سعد سبكي بما أنه اليوم نحن في ضيافة المسرح الوطني محيدين بشترزي ماذا يعني لك هذا المكان؟ هذا المسرح أدخلته صغيرة وبدأت حكايته معي مع وضماء المسرح مع كبار المسرح منهم رويشة الله يرحمه منهم عز الدين متجوبي يعني كانوا فنانين على هذا الخشبة وأنا كنت معاهم ماذا نقول لك المسرح الوطني قطعة من حياتي قطعة من جسمي قطعة من ذكرياتي طيب حتى نحطوا المشاهدين الكرام أكتر في الصورة بداياتك الفنية سعاد سبل شوفي بداياتي الفنية أنا قلتها ونعودها أنا بداياتي الفنية كان في التلفزيون لعني كنت صغيرة وبدأت حصة طبقة ورد من شعفة لا تسمعي بيه أنتي كنت صغيرة أو لا كنتيش مهزة ما زلتيش الموديع جمال خويدمي كنت ندير هذه الحصة كمنشطة ونشطة ونباد درت في التلفزيون درت ألحان وشباب مع عبدالله المرحوم عبدالله كريو عبدالقادر طالبي الله يرحمهم ونباد تنقلت للتمثيل أول في مليا كان مع الزميلة والممثلة جميلة عراس عبدالنورش اللوش وعلم المخرج محمد بدري نحييهم بالمناسبة نحييهم طبعا هذا كان في التلفزيون ومن بعد شفت باللي تلفزيون حاجة وانتقلت للمسرح المسرح كان هذا أنا داك المسرح كوميتي دا فات كنت مع المخرج تلفزيوني العايب كان هو مسعود العايب كان معنا أسيستو مع ليندا ياسمين ليندا سلام إبراهيم الرزوق يعني كنا فرقة وبدلنا في المسرح بعد هذا الفرقة طبعا كل واحد هو نراه يعني المخرج راحي انتقلت بالمسرح الوطني الجزائري من داك بدات تجربتي في المسرح كنا شفناك سعاد سبكي في الكثير من الأعمال التلفزيونية لكن مؤخرا بتعدت نوعا ما عني الدراما وتخصصت أكثر في المسرح حتى أنك توجهت إلى الإخراج شوفي صراحة أنا الفنان ما يقدرش بعد أني على التلفزيوني على المسرح أنا ما بتعدش على التلفزيون هما بتعدو عني على الله أعلم ما على باريش لكن الفنان أنا نظن أنا ما نقعدش هك يعني ما فيش عروض سعاد سبكي ما يعيطولكش ما فيش ما فيش عروض لحد الساعة ما فيش عروض وأنا الحمد لله يعني ما نخدمش تلفزيون نخدم مصرح طبعا أنا كفنانة لازم نخدم تاجهت للإخراج وهذا عندي دوكا عندي قريب عشر سنوات وأنا في الإخراج مع جمعية محمد اليزيد اللي قمت بإخراج مصرحية للطيفلة غابة الفرحة أول تجربة ليا وبعد درت هنا أعطاني الفرصة كذلك في المصرح الوطني المرحوم محمد بن طاف درت الله يرحموا أعطاني درت مصرحيتين للأطفال ولأننا نحب كثير مصرحي الأطفال وبعد درت أنا مصرحيتين توعي درت زواج أو العواج وسوق رجال هذو في الإخراج ونقلت إخراج ولعبت بمناسبة الحديث عن الأدوار سعاد سبكي انت قلت يعني أنا مستحيل نأدي دور منيش مقتنع بي حتى لو كانت العروض تجيك هل تلقيت عروض يعني؟ طبعا 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 انا طبعا 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 المهم محبس شم أنا كملت مشواري في المسرح هذا هو الفنان الحمد لله لدي المسرح أنا أقول دائما الحمد لله لدي المسرح لأن العروض التليفزيونية السينمائية تحبس لكن المسرح لا يحبس أبو الفنون أبو الفنون فيه إبداع فيه قرايا فيه مهرجنات أنت قريتي مصرح سعاد سبكي؟ والله شوفي هذه موهبة من عند الله أنا عمري ما قريت عمري ما قريت المصرح لكن انطالع حبيت نطرح عليك سؤال ممكن يكون فيه نوع من الإحراج شو كنت شوفي هالفنان المصرحية رقم واحد في الجزائر؟ دليل أحللو بدون منازع بالنسبة لي دليل أحللو هي لأخطش كنت نجي نشوفها في المصرح وأنا كنت صغيرة وكان حلمي أنا نخدم مع هاد المرأة لأنها صراحة وخدمت معها وخدمت أمك سعاد سبكي معروفة بمواقفك الجريئة يعني تصريحاتك الجريئة فيما يتعلق بوضعية الفنان الجزائري اليوم كيف تشوفي الفنان الجزائري اليوم؟ أنا أرى مع هاد الوزيرة الجديدة أقول أهلا وسهلا سيدة نادي العبيدي نادي العبيدي نادي العبيدي نادي العبيدي نادي العبيدي نادي العبيدي وداعي نادي العبيدي نادي العبيدي ونباد مساكننا بو أمي يقولوا لك أخت حنا ما دابينا هاد الوزيرات أنا سمحيلي سيدة الوزيرة مقول هالك أنا ما دابي هاد الوزيرات تعيط الفنانين بس كونوا دار راحوا لغاسي أنا ما روحت على لك أخت عيطلت الناس كان فيه لقاء مع الفنانين واجتماع أنا دخلوا بعد ما كايش فنانين أختين من هبا ودبوا ولي قول أنا فنان سمحيلي كاي الناس ما تعرفين مش قلت إحنا فنانين لا 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 لازم هذا الموضوع يتصفى يا فنان يا مكشف فنان أنا واحد نعرفه ما شغل هو جو دان لسأكسامل واحد ما عنده حتى لا علاقة ولي يقول لك أنا فنان مخرج ولي يقول لك أنا ممثل لا 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 هذه الأمور لازم تتصفى قال لك الكارت پروفیسيونل راحوا في الوزارة ما راح نشي مدوهم نبور تلك او موى عندك الكارت پروفیسيونل تتخلطت صراحة تخلطت وش معنى تهم ما يمدوهم شل أين كان أحمد با كدو كانت هي صراحة تشوفي واحد كان شوفر تاكسي تشوفيه في مهرجان مشا كده هذا ممثل ما على باك مولينا ما نفهموش وراه الممثل وراه الفنان وراه البزنسي وراه البزنسي وراك البزنسة الفن والله العابد ممتل وراه الممثل وراه البزنسي وراه قام باكسي عندك الفطور، عندك وافي في حياتك وهو الناس الفنانين معرفين أختي هران أنت حاسبوا بصبع، هران بينين ما في المصرحة هم بينين أنا جوسيو باكون خليجا اللي قرأوا سينومال اللي قرأوا معنا ونو يروحون مصرحة حهم اللي قرأوا سينومال يبانوا في ليبزون هذين الناس قرأوا أكيد سينومال حياتهم قاعدة في المسيد أنا ننضر على هذا الناس أنا نضر على الناس ما عندهم حتى علا قمع الفن لديلين الفنت بزنيسة باركات لازم الوزارة والوزيرة تشوف تنظر في الموضوع سعاد سبكي نحكي وعلى بعض الفنانين اللي هم مؤخراً رمي يعانوا صحياً سيدة فريدة صابونجي الفنان الكبير سيدة علي كويرات كيف يعني تزوروهم تسئل وعليهم والله العالم شوف كيما وصيدة علي كويرات الله يذكروا بالخير والغير جيبوا وربيش فإن شاء الله ما كاش انا كين في وهرندة واهل وهرن على كل لا الحمد لله يعني كما يقولوا مرهوش يعني مرمي ولا لا الحمد لله رابين أيدي آمينة آمينة وصيدة علي كويرات مرهوش يعني كما يقولوا سيتام بيلي ولا خلينا سيدة علي كويرات تمرمي خلاص ما تكحنا يغي نوح الموت نختوفا لا لا الحمد لله السيدة فريدة صابونجي نتمنى لها شيفة إن شاء الله احنا كنا في المهرجة في وعنبا مع السيدة سونيا مهرجة نسوي تلقينا الخبر انتصلنا بالأسرة ديلها هذا الوقت كنت في المستشفى الحمد لله قال لك دوكا راهي مليحة أنا تكلمت مع بنتها قاتلي لا لا الحمد لله حاليا راهي عند الأقارب تريح لا لا الحمد لله ترحموا بالمناسبة أيضا على الفنانة فتيحة بربار اللي كنت عملت معها وحس أنك ما زلك متأثرة يعني لرحيلها طبعا هذيك مراهيش ما هيش غير ممثلة ومراهيش غير فنانة أنا الناس الناس في الزنقاء يجوا يعزوني لأن هذيك هذيك الفنانة والمرحومة كانت أم الجمهور والفنانين أيضا والفنانين مرا عمرك ما تسمعي من كلمة من فمها أي كلمة كنت يوقفتي أمامها يعني معاها أمام الكاميرا حتى في المصرح قدرنا خدمت معها في تلفزيون البوابون يعني ميلاي بوك حسان خدمت معها القلادة خدمت معها في المصرح بوابون خدمتها في تلفزيون قلادة مع المخرجة بايل هشمي بايل هشمي اللي نحييها بالمناسبة أيضا حييها بالمناسبة يعني خدمت مع فتيحة الله يرحمها كانت أم بالنسبة لي كانت أم بالنسبة كل فنانين فتحة كانت قوم وما تتنساش يعني راحت ما كناش نسنوا فيها هذه يعني كما يقولوا الموت الله يرحمها ومكتول والموت علينا كامل على كل حال لكن كتكون إنسان عزيز وأن الفنانين يشوفين بدوا يروحوا بالواحد والله العندي إن شاء الله ربي يرحمه ويعطي صبر الأهل فنانا سعاد سبكي قد يعني يجهل الكثير من المشاهدين الكرام أنه الفنانا سعاد سبكي من أب مغربي نعم الأب مغربي طبعا والأم جزائرية وهذه كنت قلتها ولكن أنا أعتبر نفسي مغربية جزائرية أكثر جزائرية أنت ولدتي هنا في الجزائر؟ طبعا وعشت حياتك هنا وعشت حياتي هنا في الجزائر وتزوجت في الجزائر وانجبت في الجزائر وأصبحت جدة أيضا في الجزائر شعورك اليوم وانتي جدة سعاد سبكي يا رب يا رب تلت مرات جدة يعني والله العظيم وعندي الأخرانية هذه اللي عندها عام دلال نبلغ لها سلامي يعني في الأسرة كان ميولات فنية للمصرح؟ لا مش المصرح الولدة كانت فنانة فنانة كبيرة لكن الله يرحمها على كل حل هي كتما تحبش يعني كي كبرت جوليها شحمة لجورناليسي توقعه تعدد على الإعلام انتي أيضا مقلة في ظهور الإعلامي سعاد سبكي لأنني أنا نحنكي نعمل حاجة جديدة تكون صح مع الإعلامي يعني تكون عندي حاجة نقدمها الإعلام إضافة؟ إضافة نقدمها العلم لكن ما عندي حاجة بمناسبة الحاجة الجديدة يعني تحضري في أشياء؟ إن شاء الله هاني نحضر في المصرح الوطني الجزائري مع المدير الجديد السيد يحياوي محمد يحياوي محمد يحياوي اللي نشكره كتير لأنه والله العظيم كان مدير وراه مدير وتمنى له طول عمار يا رب مدير ممتاز ويفهم الفنانين وفهمنا نحن كنا أنا نقولها هذي نحن كنا برقبار كونترا أنا عندي 22 سنة في المصرح برقبار كونترا جاهوار رضني خلاص وليت برقبار كونتر سوي لك الوضعية سوي الوضعية غاس يحيوي وعطاني حننحضر مصرحية أطفال إن شاء الله حنقدمها في المصرح الوطني ونبدأ التدريبات كنجي من القلمة لأنني رايحة القلمة كعضو جوري يعني فيه نجي نتحكيم نحن نسيليكسيوني وليس جوزوا في المصرح الوطني في الفيستيبال لترون ان شاء الله نروح التليفزيون لا يوجد مشاريع هل شهر رمضان؟ والله العظيم ما كنوالو يعني فيه يعني اقتراحات لكن شوف أنا تنك جسي فقط سعاد سبكي بالنسبة للعروض وبالنسبة للظهور أم هي وضعية كل فنانات الجزائريات؟ والله يا أختي وشوفي أنا نقولها نقول كين الفنانات اللي يخدموا يعني نحييهم وكين الفنانات اللي ما يخدموش السبب يقدر المخرج ما يشوفك يعني ما كاش أسباب سعاد وشرا يكفي الفنان الذي يظهر وميهموش المقابل يعني الأجر المهم أنه يظهر شوفي يعني كين فيه شوفي حليتي باب مليحة شوفي أنا كنت صغيرة كنت نخدم بكاشي همني الموقع كنت صغيرة عندي 17 سنة كنت خدم مع أبادي مع جعمل في الزاس حاجة رحيم لكن كانت لكاليتي يعني كانت النوعية كنا نخدمو أفلام مو سلسلات دورك لا دورك أنا بعد حياتي اللي جواستها في تليميزيون أنظم باللي ما يقدرش يجي المخرج ويتكلم معي على المال أنا أنا السعر ديالي كما يقول معروف معروف أنا ما نقدرش تسوم ما نقدرش معاه لكن كان بعض ما نقوش للفنانين المحترمين ولا الفنانات المحترمين لا كان بعض الناس لقد دخلوا هذا الميدان هكذا المهم تبانو يبانو يبانو في التليفزيون ما يهمهاش المقابل سواء تبكيش حدات انا ندير اخس من حاطيني لا 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 موجودين ماشي الفنانين المحترمين نقول هوا نعودها كاي الناس يجي هكذا من الزنقاء يحوسو اللي يبانو في تليفزيون ما يهمهمش لا انا كينو روح نخدم فيم ما نحضرش على المقابل ديالي ومعروف ما يقول لك نخدمه غير على الفن لا نخدم على الفن بس كون نحب الفن وتربيت فيه لكن المقابل احنا فنانين جزائريين احنونا انا ما عنديش دادة في الدار ما عنديش بونيشة في الدار ما عنديش فيلا انا اغسا كيف عبقتمو وفي حي شعبي لازم لي المقابل بس كون عيش روحي باش نقول لك كاي الناس هادوك الناس ما ومش فنانين الفنانين او كل حنا نسحقوا المال انا باش نروح الموخيج نقولوا هو عرض قيمتي ويجيبوا ويروحوا بعض الناس من الشارع سينامال ما تاخد المال وما ياخدوش المال حتى بعد شوفي في الشاشة انه وعيات الافلام راه يجوز الناس ويحكموا الفزنقاء المشاهد وش كايين يا سيدة سوعد وعليش هادوك الناس طيب والبطولة سوعد سبكي بالنسبة ليك هل بالضرورة انه الفنان يجب يكون تعرض عليه الادوار الادوار البطولة الرئيسية حتى نقولوا هذا الفنان من الدرجة الاولى لا يهم المضوع قالوها زبان زبان جو سيباسكي اشكوني قالها قالك مكاش دي بتي رال كين ام بتي كوميديان دي فو ديلي كلمة جوزي بيها تو مارك لا مكاش مكاش انا جسوي كونتر مكاش البرمير رال مكاش الدوزيام غال دي سانسال جو في ام بو بروديو كيفش تحسي علاقتك بالجمهور الجزائري اليوم انا جمهور الجزائري الحمدلله متعليه ومتعليه لاني انا جسوي ناتوريل حياتي بسيطة جدا نقصر مع الجيلة نمسح الكل ونقص الماء نطيب الفضل نورمان انا عيش معهم عيش في حي شعبي معهم ما عندي حتى اشكال لو كان ما كنت معهم ما نعيش وما نعملش اعمال تليفزيونية نجحة سوختون سوسيال بس انا عيش مع جيران وشايف جيران كيفاش عايش تكرمتي سوعد سبكي تكرمت تعني لك التكريمات يعني انا قلتها لهم يعني كانت سيدة الوزيرة هنا خليدة تومي تكرمني بن قطعة لا يرحمه خزرت في الوزيرة طلعت الميناء سخز قلت له الحمدلله لي كرمتوني قبل ما نموت انا جسوي كونتخ بتكريمات أعطيني نخدم أعطيني نعمل أعطيني مشروع أعطيني نطلع فوق الخشبة تكريم هو نوع من الاحتراف بالمجهوداتك عرفان بالدورك في المجال تكرمي 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 سيدة سوعد سبكي أحبك تخدمي لهذا هذا تكرمي 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 بالعمل تكرمي بالخدمة تكرمي بالخشبة تكرمي بالتليفزيون تكرمي بالخشبة تكرمي بالخشبة تكرمي بالخشبة تكرمي بالخشبة سوعد سبكي كنت سعيدة جدا بلقاء بك شكرا لهذا الصراحة شكرا لك مشاهدين الكرام كانت هذه ضيفتي لهذا الأسبوع ألقاكم الأسبوع المقبل وضيف جديد ونلتقي معه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر